اشتركوا في القناة بعد ما تخلص ان شاء الله الدرس دوت حتكون يعني تعرف يعني ايه معنى العدد غير نسبي احنا عرفنا الاعداد النسبية وفي الدرس ده ان شاء الله محور كلامنا هو الاعداد غير النسبية ونقوي هنميز بين الاعداد النسبية والاعداد غير النسبية هو ده هدف الدرس اللي عندنا النهاردة عرفنا ان العدد النسبي هو العدد اللي احنا نقدر نحطه في صورة الف على به طبعا متفقين ان احنا الالف بتنتمي للأعداد الصحيحة وكمان ال به بتنتمي للأعداد الصحيحة وكمان ال به ده شرط اساسي ما بتسويش صفر طب ايه هي الاعداد النسبية الاعداد النسبية هو كل الاعداد الصحيحة هي الاعداد النسبي أعداد الصحيحة زي ما عارفنا قلنا أي الأعداد الصحيحة 0,1,2,3 وكما السالب 1,2,3 بسالب مالا نهاية وبالنسبة لمجب مالا نهاية مثلا زي السبعة هنا بيقول لي 7 عدد نزبي لأنه يمكن التعبير عنه بالصورة 7 على 1 14 على 1 زي ما خدنا وقلنا الأعداد النسبية 0,1,2 خليها بالعربي والثلاثة والأربع يوكله بالهندي ومالا نهاية والسالب 1 والسالب 2 وبردك لمالا نهاية كل دي اسمها أعداد صحيحة الأعداد الصحيحة دي ممكن نكتبها مثلا أدي 2 ده عدد صحيح العدد صحيح ده ممكن نكتبه على واحد فبيبقى عدد نزبي والعدد أربعة عدد صحيح نكتبه على واحد يبقى عدد نزبي والعدد سالب 1 نكتبه على واحد ليبقى عوردة عدد نزبي وهكذا كل دي عداد نسبية وتذلك في قاعد عرفينها وقال لنا في الشرح عندنا في الصف الاول الاعدادي ان كل عدد صحيح ينفع يكون عدد نزبي لكن العكس مش صحيح يعني مش كل عدد نزبي بيكون عدد صحيح لكن محور كلامنا النهاردة على الاعداد غير النسبية فاحنا دلوقتي بنشوف ايه الاعداد النسبية وبنرجع عليها بردك من ضمن الاعداد النسبية زي ما بنقول هي الاعداد الصحيحة وكمان الكسور العشرية اللي هي مثلا 3.2 من 10 ده عدد نزبي لانه يمكن التعبير عنه 3.2 من 10 هو 32 على 10 او 16 على 5 جميع او برضا جميع النسب المقوية هي عدد نزبي يعني 25% عدد نزبي لانه يمكن التعبير عنه بالصورة اللي هي 25 على 100 5 على 20 بيكون في نسبة مقوية الجزر التربيع للعدد النسبي المربع الكامل هو عدد نزبي وكمان احنا خدنا الجزر التربيعي في سنة اولى اعداد الجزر التربيعي برضا هو عدد نزبي وكمان الجزر التكعيبي للعدد النسبي المكأب الكامل هو عدد نزبي ايضا يعني الجزر التكعيبي اللي احنا نستخدم في الدرس الاولاني ده يعتبر عدد نزبي والجزر التربيعي اللي احنا خدناه في سنة اولى برضا كعدد نزبي ماشي يعني مثلا ستاشر وجزر ستاشر وجزر 64 على 81 واربعة من 100 الجزر ليها كلها كل دول اعداد نسبية يعني الجزر سواء التربيعي او تكعيبي سواء في عدد نزبي او في عدد عشري جوا برضا كعدد نزبي صحي كده يبقى هو عدد نزبي من كل النواحي يعني هو جزر وبردك هو عدد اي عشري الاعداد والكسور العشرية من ضمنها صحي كده برضا كده جزر اربعة على مية يعني تساوي اتنين على عشرة او واحد على خمسة كل دول اي اعداد نزبي طيب احنا بقى النهاردة محور كلامنا زي ما بنقول هو العدد غير النسبي طب ما العدد غير النسبي لتعريف بيقول ان العدد غير النسبي ان هو لا يمكن وضعه على الصورة الف على بيه ما بنقدرش نحطه زي العدد النسبي في الصورة دي ما بنقدرش نقول ان العدد النسبي نحطه في الصورة الف على بيه حيث الالف عدد صحيح والبيه كمان عدد صحيح وان البيه ما بنسويش ابدا السفر وبنرمز للمجموعة الاعداد غير النسبية بنون شرطه او نون داش ما بنقدرش نحط قولنا ان العدد النسبي في الصورة دي خلي بالكو وان البيه لا تساوي السفر ابدا مثال على الاعداد امثل على اعداد غير النسبية الجذور التربعية للاعداد المجابة التي خلي بالكو المجابة التي ليست مربعات كاملة اللي هي مش مربع كامل يعني مثلا جزر سبعة ده يدينا ايه مش هيدينا عدد مربع كامل ما هواش حكتين مضروبين في بعض زي بعض وبردك سالب جزر خمسة وجزر اثنين وجزر اثنين ده عبارة عن كم في كم عشان يدينا اثنين عشان يبقى مربع كامل مش ايه مش عدد نسبي يعني الجذور التربعية للاعداد المجابة التي ليست مربعات كاملة التي ليست مربعات كاملة دي مش مربع كامل يبقى نقدر نقول ان الاعداد دي كلها مش اعداد نسبية او لا تنتمي او تنتمي للاعداد غير النسبية اللي هي نون شرطة الجذور التكعبية للاعداد التي ليست مكعبات كاملة برضك خمسة وعشرين ده لما نيجي نجيب له الجذر التكعيبي اللي سواغدينه في الدرس اللي فات ده مش مش جذر التكعيبي للاه لخمسة وعشرين مالوش ايه الحاجة اللي نضربها في تلات مرات يطلع لنا المكعب خمسة وعشرين برضك سالب الجذور التكعبية للاعداد التي ليست مكعبات كاملة ناقص ستاشر جذر التكعيبي ناقص جذر تمانين الجذر التكعيبي برضك الحاجة اللي مش هنقدر نجيب لها الجذر التكعيبي ليها يبقى دي تعتبر برضك من ضمن الاعداد الغير النسبية لانها ملهاش جذور قيم مضبوطة لذلك لا يمكن نضعها على صورة نسبية ملهاش يعني زي المكعب بندرب رقم ثلاث مرات مكعب نقدر نجيب الجذر لانما خمسة وعشرين دي ما نجي نحللها مش هنعرف نحللها زي ما كنا بنقول في الدرس الاولاني ثالث حاجة من ضمن الاعداد غير النسبية او امثلة على اعداد غير النسبية اللي هي النسبة التقريبية اللي هي بنسميها سعاد باي هي نسبة بين محيط ونعرفها وهي نسبة بين محيط الدائرة وطول قطرة دي باي حيث باي بيساوي تلاتة ورقم كبير جدا ورقم كسر عشري وغير منتهي وغير دوري مش دوري باي لا توجد لها قيمة مضبوطة لذلك يمكن وضعها على صورة عدد نسبي يعني التلات حالات دي دي كلها اعداد غير نسبية مجموعة الاعداد غير النسبية هي مجموعة كل عدد فيها اللي يمكن وضعه منقدرش نحطه قلنا على صورة الف على بيه حيث الالف تنتمي للصاد والبيه تنتمي للصاد والبيه لا تساوي الصفر مديني رسمة بيبيني فيها ان دي اعداد نسبية ودي اعداد غير نسبية يقولي الاتنين بيتقاطعوا في في تقاطع نون الاعداد النسبية مع الاعداد غير النسبية يدينا فاي وفرق من الاعداد النسبية فرق الاعداد غير النسبية يدينا نون وفرق الاعداد غير النسبية من الاعداد النسبية يدينا نون شرطة. نسأل على كلامنا بيقول بعيد الاعداد الاتية. اه انها نسبي منها مين فيها لنسبة ومين فيها لغير نسبة. الاول حاجة جزر ستاشر. جزر ستاشر دوت جزره جزر مربع كامل. اه موجب يبقى ازا اه ينتمي للاعداد النسبية. اه جزر سبعة وعشرين على الاربعة وستين. اه الجز التكعيبي بتساوي تلاتة على الاربعة. يبقى برضك اه موجب يبقى اه ينتمي للاعداد النسبية. اه جزر الخمستاشر ده نقدر نجيب له جزر. لا ما فيش حاجة مكررة مرتين اه تدينا المربع الكامل خمستاشر. اه لذلك احنا مش هنقدر نجيب لها جزر لذلك ده يعتبر من الاعداد غير النسبية. اه خمسة وعشرين من الف. اه اللي هي واحد على اربعين. دي اه جبناها في صورة الف على به. اه يبقى ازا وهي كسر عشري. يعني يعتبر ان دي تنتمي للاعداد النسبية. اه جزر ستة وتلاتين جزر التكعيبي مش جزر التكعيبي مش هنقدر نجيب له بجزر التكعيبي بايزا. ده اه ينتمي لي. ينتمي لي الا اعداد غير النسبة. نلاحظ كمان ان جزر سين الكل تربيع جزر سين الكل تربيع يعني هنضرب جزر سين في نفسها مرتين وطبعا السين اكبر من او تساوي السفر مثال على كلامنا دوت جزر خمسة الكل تربيع بيساوي جزر خمسة في جزر خمسة بيساوي خمسة وهو جزر سين في جزر سين بيساوي السين الملاحظة الثانية ان الجزر التكعيبي لسين الجزر هنا دي تلاتة الكل قص تلاتة يعني هنضرب الجزر التكعيبي ده سين في جزر تكعيبي لسين في جزر تكعيبي لسين ثلاث مرات طيب احنا هنا بالنسبة هبص بس الواحدة بس هنا السين لو احنا حولها لصورة قصية هتبقى هنا ودي واحد واحد ايه قص 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 تجمع اساس قص قص ستصبح ثلاثة ستصبح ثلاثة سين حيث السين ينتمي للأعداد النسبية مثال على كل ما حصل ستصبح ثلاثة الجزر التكعيب لسين ستصبح ثلاثة ستصبح ثلاثة ستصبح أعداد النسبية في صورة قص فلاقينا ان النتيجة هتطلع صين. يعني مسلا جزر نقص خمسة التكعيبي لكل قص ثلاثة. حين نعطيك هندرب جزر نقص خمسة في التكعيبي طبعا. جزر نقص خمسة في جزر نقص خمسة التكعيبي. تلات مرات يطلع لنا النقص خمسة. جزء اختبر نفسك عاوز يقول هل الرقم ده العدد ده نسبي ولا غير نسبي. الجزر تسعة اربعين نقدر نجيب له جزر بقوة سبعة وينتمي للعدادين نسبية. الجزر سبعة عشرين ما نقدرش نجيب له جزر تربيعي. ما فيش حكتين في بعض زي بعض يدينا المربع كامل سبعة عشرين. الباب التالي هو عدد غير نسبي. التلات ينتمي للعدادين نسبية. جزر نقص خمسة وتلاتين. التكعيبي برضك ما ينفعش نجيب له جزر تكعيبي له. فبالتالي هو عدد غير نسبي. آآ ستة من عشرة دائر. عدد نسبي. آآ جزر مية خمسة وعشرين التكعيبي آآ عدد نسبي. لان احنا نقدر نجيب له الجزر التكعيبي له. وبكده يبقى احنا خلصنا كده ان شاء الله كده الدرس التاني آآ بعنوان العداد غير النسبية. ان شاء الله نحل عليها آآ اسئلة بتاعتها. شكرا. سلام عليكم. والله ما صلي وسلم وبارك. على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا.